السلام عليكم النهاردة اليوم الواحد وعشرين في رمضان خلاص كلها ايام ورمضان ينقضي ونقول الى اللقاء رمضان لو عجبتك الحلقة اعمل لايك ولو ما عجبتكش اعمل ديس لايك ويريد تشارك الحلقة مع اصدقائك لو عجبتك الحلقة في ظل الظروف الراهنة اللي احنا مبودين فيها تلوقتي فيه شركات كتير بتقلص عادة الموظفين وبتبدأ تخلي ناس كتير يمشوا وبتقول ان هو دوت افضل حل او افضل طريقة عشان الشركات تقدر تستمر النقطة اللي عايز اركز فيها هنا موضوع الرزق وفيه ناس كتير بتتناسى المعروضة مع وقت من الزمن خصوصا الناس اللي بيبقى عندهم شغل روتيني الشغل روتيني بينزل شغله بيروح يخلص شغله بعد كده بيرجع البيت وعايش في الدايرة دي وتفضل الدايرة دي تتعاد سنة ورا سنة ورا سنة ولما الدايرة دي تتكسر بيحصل صدمة عند بعض الناس فبينسوا ان الرزق سبحان الله بيكون من عند ربنا وربنا قالها في القرآن وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم لن تكون ربنا سبحانه وتعالى ضمن رزقك وخلاه في السماء عشان ما يبقاش في ايد شخص او مكان ما او شركة ما وتتحكم فيك لو ايقنا النقطة دي هندرك ان ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لنا الخير وخليني احكي لك على قصة صغيرة قصة صغيرة دي فحواها ان انت جيت في الدنيا دي من غير لا حول ليك ولا قوة وهتفارق الدنيا دي برضو من غير لا حول ليك ولا قوة لو انت اغنى اغنياء الارض او انت افقر فقراء الارض برضو هيكون ليك معاد معين تسيبه وعشان كده لو بدأنا ندرك النقطة دي ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في ايدي حياتنا وموتنا هو برضو اللي في ايدي رزقنا ولكن احنا نطلوب مننا السعي ان احنا نسعى فلو انت حصل لك موقف زي ده وده بيحصل عندنا ناس كتير بيحصل لهم الصدمة دي لو حصل لك الموقف ده وانت وجهت تحدي في شغل ما وبقديت ان انت ما عندكش رزق او رزقك تقطع من المكان ده لازم تبقى عندك يقين بالله ان ربنا هكتب لك الرزق ده في مكان تاني فما تيقسش ولازم تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قالك الشيطان يعدهم الفقر الشيطان بيعدك الفقر يجي يقولك هتعمل ايه مع ابرادك هتعمل ايه مع اولادك طب هتصرف عليهم ازاي طب الفلوس الديون اللي عليك طب هتعمل كذا طب هتعمل كذا وفي الاخر توصل لمرحلة ان انت بتيقس واليأس دوت ربنا سبحانه وتعالى قالك يَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ تَضَالُونَ وهنا الرحمة بتكون عمي واشمل ومن ضمنها الرزق وانت ما تيقسش من رحمة ربنا وتدرك ان ربنا سبحانه وتعالى اللي جابك في الدنيا من غير حول ليك ولا قوة هو نفسه اللي هيوصل لك الرزق لحد عندك لكن اللي انت محتاج تعمله ان انت تسعة عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تتوكلون على الله حقه توكله لرزقكم كما يرزق الطير تخرج بخماصة وتروح بطانة الطير الصبح بيطلع مش عارف هيكل منين ومش عارف هيجيب أكل منين فبيسعى وبيتحرك وربنا بيرزقه فتخيل انت لما ربنا بيرزق الطير مش هيرزقك انت مش هيرزقك انت يا اللي بتقول يا رب مش هيرزقك انت اللي عندك أولاد وعندك زوجة وعندك أب وعندك أم وعندك حاجة كتير قوي في حياتك وحتى لو ما عندكش كل دوت انت نفسك ربنا يرزقك لان انت في حد زيته انت مخلوق عند ربنا فربنا سبحانه وتعالى مش جايدك في الدنيا عشان يعزبك العذاب بيكون لما انت تيقس من رحمة الله وتقول ايش معنى انا وتقول انا مش هعرف اشتغل تاني وتقول لا اصعب انا مستحيل انجح في حياتي لا انا بقولك لا مش مستحيل ان انت تنجح في حياتك والحياة بالنسبة لك هتبقى افضل لو انت شفتها من المبدأ ده وانت سعيت وطلعت الامكانيات اللي موجودة فيك وهتلاقي ان اللي حصل لك دوت ده كانت نعمة مش نقمة عشان تخرجك لمكانة اعلى ومكانة احسن لو عندك تحدي لو عايز مساعدة لو لقي نفسك انت مش عارف تتكلمه وعندك مشاكل كتير وعايز حد يساعدك اتواصل معانا وان شاء الله نقدر نقدم لك المساعدة شكرا شكرا